السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض اعادة الاعمار. نتكلم عن الاعمار المؤقت الاعمار الدائم الطاقة المية الركام. دلوقتي نتكلم على تصميم ملاجئ تحت الارض. وبذات في الاماكن اللي فيها سرعات لازم يكون في ملاجئ تحت الارض وممكن تصل لي 30 متر تحت طبعا الموضوع بيكون مكلف. لكن بيش هيكون مكلف اكتر من ارواح الناس اللي انت ممكن تنقذهم من خلال ان انت تعمل ملاجئ. دولة الكيان حطة في القانون بتاعها ان اساسي مفيش مقابلة يتبني غير لما يكون فيه ملاجئ موجودة. طبعا فهم مشاكل. شوفت انش بعض الجرائد طبع الكيان بتناقش ان في مشاكل ومجارة بس انها بيخلاص ورق. مفيش مسلا التهوية محدش يقدروا فيها فترة طويلة. لكن معلنا احنا لازم يكون في الموضوع ده في الحسبان بذات الاماكن اللي معرضة لمشاكل زي مثلا غزة حفظها الله ونصراها على الاعدائية. فالملاجئ برضو لازم يكون فيها لكل الحاجات اللي الناس ممكن تحتاجها حسب اعمارهم واجناسهم وظروفهم الصحية ويكون فيها حمامات وعلاج صحي بعض الادوية. لان ممكن نقدر الله شخص يقعد فترة طويلة في الملجأ. الملجأ هو عبارة عن لجأة او معقلة او حسن. وفيه قدس الملاجئ عملوا مجلس البناء الوطني الوردني يريد ان نرجع له. لو احنا بصينا دي وحدة من الكيان تقريبا كل المستعمرات هم بيخلوا سقف باللون الاحمر بحس ان لو فيه هيدرابوا حاجة يبعارفون ان دي تباحهم او بشتباحهم. هما بيتعمدوا ان هما المستوطنات والمراجئ تكون معمولة باللون الاحمر. وكلهم بحاولوا يبنوا المستوطنات على الجبال بحيث ان هو يكون مرائب الكرة وما حدش يقدر ان هو يصل لهم. والمباني اللي بيبنوها بيخلوا المدخل بتاعها نحية للخارج بحيث ان هما طول وقت مرقبين المكان. يعني هي معمولة عمارة حرب وعمارة خوف. طيب ايه شروط اللي واجب توفرها في الملاجئ ان احنا نقدر ان احنا نلجأ لها ساعة الكوارث الطبعية او الهجمات الهرهابية او اي تهديدات. ويكون في طبعا مطالبات انشائية انها تستحمل. ويكون يغفر حماية للناس من اختار الاسلحة. لازم يكون مدخل للملجأ سهل الوصول ليه في وقت قصير. ويكون محمي من مية الامطار والفائدانات. وكل ما يكون عميد كل ما يكون افضل لان احنا شبنا سواريك بتنزل تلاتين متر لتدمر مبنى ست دور. لازم يكون الهايكا المتصل بتربة الارض المحيطة بها عشان انتقال الحرارة متولدة داخل الملجأ للتربة الخارجية. وتوفير حماية من الحرائق الخارجية والاشعات والشظايا والاجسام المتطيرة. ويكون بعيدة عن خزانات الوقود والمحرقات. ومستوضعات المواد المشتعلة. ويكون مثال تهيئة من خارج طوارق وفتحات تهوية بعيدا عن اماكن سقوط الانقاض والحرائق. ويكون قام من التهديدات الخارجية. ويكون فيه تهوية جيدة. ويكون فيه اضاءة. ويكون فيه مساحة كافية لاستعاب عدد الاطفال الافراد عاسف. وتوفير وسائل النظافة. زي دورات المياه والمغاسل. ووسائل الاطفاء ووسائل الاتصال. ده بالشكل دوت. فيه سلم مثلا هو. نستنزل. ما استعد لحد ما الخطر ينتهي. زي مسال الملاجئ النوية في سويسرا. فيه قوانين خاصة بان يكون كل مواطن ليه مالجأ قريب من مكان اقامته. وسهل الوصول ليه. وفي شرط قانون الدفاع المدني تبع الكيان من سنة 1951. يعني تقريبا من اول ما حصل مش عارف اقول نكبة. ان تحتوي جميع المنازل والمباني السكنية والمشاكل الاصطناعية على ملاجئ مضادة للكنابل. بحيث اول ما تحصل لصفارة النزار يروح على الموقع الامن. وسنة 1999 كان فيه قانون يكبر للمستثمرين العقارين على الشيء غرفة محصنة تعرف بمماد. لان هما فيه ثلاث انواع. فيه مماد دي ملاجئ في الشيء الخاصة الوحيدة. ومماك ده ملاجئ جماعي موجود في مباني خاص. ومثلت ده ملاجئ عام خارج المباني وموجود في الشارع. فاغلب الملاجئ بيكون غرفة محصنة شبيهة بالقب ومبنية من الخرصنة المسلحة. مع نافذة سقيلة محكمة الاغلاق وباب فلازي وفيها مقابس كهرباء وانظومة تهوية وشحن الموبايلات. عشان يقدر لو يشحن فاي بحيث يقدر التواصل مع الناس من بره. الكيام فيه تقريبا اكتر من مليون ملجئ. وفيه اختيار برضو موجود في قلب القانون اللي هو قفص فلازي داخل الغرفة موجودة بالفعل في المنزل ومغطى بطابقة اخرى من الاسمنت لان الستين في المية من الكيان ما عندهمش ملاجئ خاص في الشفقة هون. عشان كده بيروحوا لي الملاجئ العام. اصبح دلوقتي بعض اقباب الملاجئ اوتوماتيكية. اول مثل الانصار تتفتح وتقفل بحيث ما ستقعد فيها. وفيه ملاجئ اللي هي كونكريت كانفاس. دي ملاجئ سراعة الناش بتصلب بالمية. مجارب بس مية وهوى تبدأ تبقى موجودة تقعد فيها. تبقى معفولة. فالملاجئ دي ممكن تستخدم تحمل اوزان. ونقدر نحن نشكلها باشكال متختلفة. بالشكل دوت. فميزتها انها عبارة عن دايمومة اعلى من اي ملاجئ وماشية. اللي عمد تصميم اكتر من 10 سنين. فيها نسبة كبيرة من الامان. اللي هي تصميم خاصة بتقدر ان انت تغطيها بالرمال او التربة. ده هيديها كتلة وعزل حراري. سريعة الانشاء. وانا ساب الرابط لو حد حابب ان هو يطالع عليها. طبعا فيه الكيان انا عمل الارد اليرت. تطبيق. بحيث ان لو حصل اي حاجة يبدأ يدي انصار على الموبايل. بحيث انهم يتجهوا ليه الملاجئ. ربنا ينصرنا ان شاء الله.